بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر الأحبة الكرام موضوعنا اليوم عن إكسير الحياة كما يسمونه أتحدث عن ذاك الكنز الذي بعضنا معاشر الأخيار تجاوز الستين إلى السبعين وبعضنا تخطى السبعين وأقبل على الثمانين وما وجد هذا الكنز إلى الآن جميعنا ما تزوج متزوج وما درس دارس وما توظف متوظف وما أنجب زوج إلا بحتا ويريد هذا الإكسير الجميل وهذا العنصر المفقود والمبحوث عنه ألا وهو السعادة الحياة الهنية الحياة الرضية قرة العين انشرح الصدر استقرار العيش صلاح الدرية راحة البال والنفس طمأنينة القلب بركة الرزق ولا تحتاج إلى مخلوق إنه العيش الرضي إنه العيش الهني هذا المطلوب للجميع وبعضنا تجاوز الستين وما وجد هذا ولا يزال يبحث عنه والعجب معاشر الأحبة الكرام أن يبحث إنسان عن السعادة أن يبحث إنسان عن السعادة عند خالقها أحمق إنسان على كوكب الأرض هو الذي يريد أن يسعد مع أن خالق السعادة لم يرضى بعد والله وبالله وتالله لا أسعد أسعدنا أكثر مالا ولا أكثر ولدا وانظر إلى حياتي البعض البعض معاشر الأخيار لما يتجاوز الابتدائية البعض بالكاد يقرأ ويكتب البعض لا يملك لا سيارة ولا بيت ومع ذلك سعيد وصدره أوسع من الدنيا كلها وآخر سيارته فاخرة وآخر موديل وزوجة وأبناؤه في مدارس خصوصية ومتعددة لغات وأملاك وعقارات ما شاء الله ولكن صدره أضيق من تقب إبرة ولذلك من عدل الله سبحانه وتعالى أنه ما أعطى السعادة لعبد حاد عن طريقه جل وعلا وعن طاعته وأقسم بجلال الله الذي رفع سبعا بلا عمد ترونها وبسط الأرض ونصب الجبال فوقها لا يسعد عبد فوق الأرض عسى خالق السعادة اتفقنا معاشر الأحباب فالسعادة هي القرب من الله وطاعته لا أن تكون غنيا ولا أن تكون فقيرا فمقياس السعادة ليس بالمال إن أسعد الخلق على وجه الأرض أقربهم لرب السماوات والأرض قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة وجعل تذكرة السعادة عملا صالحا أحبابي في الله العمل الصالح والله أحبابي في الله هذا الاكتئاب والوسويس وكثير من الأمراض النفسية التي نسمع عنها في هذه الأيام الأخيرة من الاكتئاب الحزن القلق الوسويس القهري يعني بعض الأمراض لم نكن نسمع عنها من قبل وأسبابها هي ضعف العلاقة مع الله أحبابي في الله قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على الحبيب المصطفى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدهم الفقر أخشى عليكم ترى الناس يوما خايفين من الفقر ويشتغلون 14 ساعة وخايفين من الفقر حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه معافى في بدنيه عنده قوة يومه كأنما حيزت له الدنيا بحدافيرها أكبر كذب أحبابي في الله هي كلمة تسمى المستقبل والله في ناس أحبابي في الله تقول أنا أؤمن مستقبل أبنائي أدرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك طب الدراسة ودرسنا التخرج وتخرجنا المستقبل فيه الوظيفة وتوظفنا الزواج وتزوجنا تنجب أنجبنا وبعضين أخر تموت المستقبل معاشر الأحباب فريق في الجنة وفريق في السعير المستقبل هي الكذبة التي عذبت الكثير من الآباء وكثير من الأبناء لا أقول ضيعي الدنيا لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا ضروري من الدراسة والتفوق والعمل والأخذ بالأسبب ولكن لا تكون الدنيا أكبر همك لأن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة ومهما طالت فهي قصيرة المستقبل أحبابي هو أن تجتمع مع أهلك في جنة تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا أحبابي من جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شملة والله أحبابي والله وبالله وتالله أول سبب لدخول الفرح والسعادة لقلبك والبعد عن الحصر والحزن وأن تعرف لماذا خلقت وهذه هي الحكمة أحبابي في الله إذا عاشها الإنسان لماذا أنا موجود في هذه الدنيا؟ أدرس؟ لا أتوضأ؟ لا أتزوج؟ لا أنجب؟ لا لأبني بيت؟ لا هذه كلها إذا حصلت هذا من متاعي الدنيا لكن الأصل أنا موجود على أديم الأرض لأعبد الله فما كان يقربني إلى الله فهو يقربني للسعادة وما كان يبعدني عن الله فهو يبعدني عن السعادة وعن الفرح قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الحكمة أحبابي في الله لأننا موجودين في هذه الدنيا للعبادة الدنيا دار اختبار دار ابتلاء سماها الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وسماها أيضا في سورة الحديث بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد وكان بزافت الآيات يدلوا على الدنيا بأنها الأخيرة أفضل من الدنيا يعني إحنا غير في واحد دار سنعبروا منها باش نوصلوا الأخيرة اللي هي دار الأخيرة هي المقر ديانا وكانت تمنوا الدنيا توصلنا للأخيرة وتوصلنا للجنة وهذا كواه هو أحسن حاجة لذلك أحبابي في الله تعتبر السعادة مطلب ورغبة وحاجة أساسية يبحث عنها الجميع ويتمنى تحقيقها في مختلف المجالات وكل إنسان له نوع خاص من السعادة وحسب ما يريدها كما يراها قد تكون السعادة بالنسبة لشخص هي جمع المال والعيش برخاء والتمتع بواسطته في كل شيء بالحياة مثل شراء سيارة فخمة أو شراء ملابس باهضة تمن وغير ذلك وربما قد تكون السعادة هي القرب من الحبيب وإكمال الحياة معه بنهاية علاقة تتكلل بالزواج وقد تكون بإكمال التعليم والحصول على أعلى مراتب العلمية أو تقلد بعض المناصب أشياء كثيرة يرى فيها الإنسان أسباب للسعادة لكن السعادة الحقيقية أحبابي في الله تكمن فيه أن يكون قلب الإنسان عامرا بحب الله سبحانه وتعالى فيعيش المرء براحة وطمأنين وراعة ورضا وقناعة فلا يلتفت كثيرا للأشياء المادية لأن السعادة الحقيقية هي راحة البال وطاعة الرحمن السعادة لا تهبط عليك من السماء بل أنت من يزرعها في الأرض من كان ينتظر الحصول على كل شيء ليصبح سعيدا لن يحصل على السعادة في أي شيء هناك صفات كثيرة تأتي ضد السعادة وعلى رأسها تقف الأنانية وحب الدات كن قانوعا بما عندك تكون سعيدة أفضل حالة سعادية هي ما تنسجم من عقلك وقلبك وجوارحك ليست السعادة أن لا تمر بالآلام وألا أن تواجه الصعاب بل السعادة أن تحفظ على رباطة جأسك وهدوء أعصابك وتفاؤل قلبك وأنت تواجه الصعاب والآلام كن سعيدا وأنت في طريق إلى السعادة فالسعادة الحقيقية هي في المحاولة وليست في محطة الوصول كن قانعا بما عندك وراضيا عن الأنانية راضيا عن كل شيء وانظر إلى من هو أقل منك في النعم ومن هو أكثر منك في البلاء وبذلك تنعم بالسعادة والهناء سعادتك في ذاكرتك وذاكرتك في ذكرياتك فاجعلها جميلة تعيش سعيدا السعيد يرى الحاضر أفضل أيامه والمتفائل يرى مستقبل وأفضل من حاضره أما المتشائم فينظر إلى الماضي باعتباره أفضل الأيام ولا يرى مستقبله إلا قاتما من كان ينتظر الحصول على كل شيء ليصبح سعيدا لن يحصل على السعادة في أي شيء تذكر لحظات فرحك في ساعة الكارثة حتى لا تيأس وتذكر ساعات شقائك في لحظات الفرحة حتى لا تغتر كن سعيدا وأنت في الطريق إلى السعادة فالسعادة الحقيقية هي في المحاولة وليست في محطة الوصول لا تسمح لأحد أن يأخذ الأوليوية في حياتك عندما تكون أنت خيارا تانويا في حياته لا تبحث عن السعادة في الآخرين وإلا ستجد نفسك وحيدا وحزينا بل ابحث عنها داخل نفسك وستشعر بالسعادة حتى لو بقيت وحيدا السعادة دائما تبدو ضئيلة عندما نحملها بأيدينا صغيرة لكن عندما نتعلم كيف نشارك بها سندرك كم هي كبيرة وتمينة أحبابي في الله ولا تبحثوا عن السعادة عند غير خالقها فالله هو خالق السعادة وتدبروا هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة تدبروا هذه الآية وتدبروا الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة يعني أسعد الخلق على وجه الأرض وهو أقربهم لرب السموات والأرض أحبابي في الله والله وبالله وتالله لو قطع الاتصال بينك وبين الله لقطعت السعادة عن حياتك كلها الاتصال أحبابي في الله والصلاة والذكر والعبادة لذلك يقول بعض أهل العلم من أراد السعادة فليعرج إلى الله في صلاته عز وجل إذا صلى ولا كفر إلا في تركها يعني الصلاة التي تركها رأها كفر بمجمع العلماء لذلك ميزان السعادة وضبط إيقاع الحياة اضبطها بضبط صلاتك والله وفي بعض الناس يصلون على هواهم يصلي الظهر مع العصر والصبح مع الظهر والمغرب مع العشاء وبعدين يشك في صلاته هل صلى أم ما صلى هل توضى أو ما توضى وهو يراقب الساعة والوقت ويصبق العمل الدنيوي عن الصلاة والله في ناس يستيقظ في السابع إلى العمل للسعي وراء رزقه ولا يستيقظ في الساعة السادسة لصلاة الصبح ونسو أن الرزق هو الله لذلك أحبابي في الله ما دامت صلاتك ضائعة فبدون الشك سعادتك ضائعة وحياتك متدبدبة من أسباب السعادة أحبابي في الله الرضا بالقضاء والقدر ليس هناك شيء اسمه صدفة في أحبابي كل شيء بقدر لو مات ابنك قدر لو ولد ابنك قدر أيضا تبني بيت قدر ينهى دم بيتك قدر تريح قدر تحصر قدر كل شيء بقدر أحبابي في الله تربح قدر تخسر قدر يعني كل شيء بالقضر تحجم مجاتو كانت هيادك ونحن لا نخرج عن حول الله وقوته لذلك أسعد الناس إذا أعطى شكر وإذا أبتني شكر وإذا أبتني صبر من مات ابنه صبر ولد ابنه حمد الله يعني الحمد لله على كل شيء ومن أسباب السعادة خلوه القلب من الأحقاد والضغاء خلوه القلب من الحسد ومن الرياء ومن الكبر ومن الضغينة ومن البغضاء ومن قطع الرحم أي مرض في القلب من هذه الأمراض يرجع على صاحبه ويحرقه ويسلب السعادة منه لذا أحببي في الله يجب أن يكون قلبه الإنساني قلب صافي لا يكره الناس لا يحب أي شيء عند الناس الآخرين يعني لا تبحث عن ما هو في أيدي غيرك اللهم إنا نسألك عيش السعادة وموت الشهداء والحشر مع الأتقية ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الجود والعطاء ونعود بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقة وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع أسأل الله لي ولكم التوفيق